جمهد هذا سؤال اللي طرحته جريدة الشروق الصادرة لليوم بتابعة الحالة بعد شواء إن شاء الله اللي بش نتابع معكم هذا الخبر الأبرز اللي بدأت حركية في مطار تونس كرتاش نشوفه جريدة أو الخطوط الجوية التونسية اللي قامت بإجراءات جديدة تحسبا لفتح الحدود هذا ما علمت البارح على الإجراءات هذه دونك اللي ابتداء من اليوم وذلك لتجنب موجة ثانية من عدوى كوفيد وتنسحب هذه الإجراءات حسب بلاغ صادر عن النقلة الوطنية الجوية على جميع الرحلات الجوية وحتى إشعار آخر مع التأكيد على ضرورة احترامها من قبل كافة الحرفاء وتتمثل الإجراءات هذه في حملة الكمامة طوال الرحلة عند تسجيل وعند صعود واثناء رحلة وعند نزول لجميع الركاب باستثناء الأطفال اللي تقل عمارهم عن عامين كما يتعين على الركاب احترام التباعد الجزهة من خلال ترك مسافة لا تقل عن متر واحد عند اتمام مختلف إجراءات الصفر عند تسجيل الصعود وبشي تم زادة تثبيت وقيات زوجاجية وين أمكن ذلك في المطار وتتضمن هذه الإجراءات الوقائية حملة كيمقونة كمان بالنسبة للعملين اللي عندهم اتصال بالركاب وافراد الطاقم ويمكن زادة للشركة رفض الصعود بالنسبة للركاب اللي يمتنعوا عن الخضوع لقيس درجة الحرارة وأكدت الخطوط زادة فيما يهم الأمتعى ضرور تحترام الإجراءات المتعلقة بحجم وعدد أمتعة المقصورة أو بقية الأمتعى ودعات زادة شركة المسافرين للحد من تحركاتهم في مقصورة الطائرة والبقاء في مقعدهم طوال الرحلة مع التقليل من الخدمات على متنة طائرة التقليص من الاحتكاك بين أفراد الطاقم والركاب كما بشيتام زادة رفع كل المجلات والصحف من على متنة طائرة لتجنب خطر العدوى إلى جانب تجهيز الطائرات بنظام تشريح للهواء عالية الجودة تقوم بإزالة الملوثات الفيروسية والبكتيرية بما في ذلك الملوثات الدقيقة من أجل ضمان جودة الهواء تبقى لمعايير صحية كما زادة تهم الإجراءات الجديدة التنظيف الصارم واليومي داخل الطائرة اعتماد بروتوكولات جديدة تتعلق بتطهير جميع الأسطح اللي تلامس الركاب وذكرة الشركة بأن الركاب مدعوون للوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد المغادرة من أجل الحصول على الوقت اللازم للقيام بالإجراءات الصحية والحصول على الوقت الكافي للتسجيل وإيداع الأمت على تمام الإجراءات الأمنية وأوضح تزاد أنه لتسهيل إجراءة تسجيل المغادرة بشتن فتح مكاتب التسجيل قبل الرحلة بأربع ساعات وأغلاقها قبل المغادرة بساعة واحدة وقالت الخطوط التونسية أنه بوابة الصعود إلى الطائرة تغلق قبل عشرين دقيقة من موعد مغادرة الرحلة وفي جميع المطارات التونسية هذا البلاغ للخطوط التونسية نتمناه السلامة للطاقم اللي يخدم فيها نتمناه السلامة إلى كل المسافرين تخوفات كبيرة لحقيقة وقت اللي نخرج للشارع التونسي من فتح الحدود وخاصة أنه قاعدين الراء وأنه فهمها تسجيل إصابات وفدح إن شاء الله رب يستر بلادنا خلينا نكملوا نتعدوا إلى الأمور السياسية المطروحة في بلادنا نمشي إلى جريدة الصحافة اللي هبطت في لايون رئيس الحكومة من البرلمان من أدب السياسة ومفرداتها انتصرنا على كورونا وهذه أبرز ملامة حقاة الأنقاذ حكاة على زادة حكاة لايون على الوضوح وإعادة الثقة اللي بين قوسين يبطى شوية ما بقي من جلسة الحوار مع رئيس الحكومة تقريبا هذه أبرز كلمة سمعناها وشفناها في يبطى شوية وشفنا أنه غابة المفاجأة الحقيقة في باردو ولم يخيب الحضور تحت قبة البرلمان حكومة ونوايا أو أنه حكومة ونوابا ضد الظن وانتظارة تونسا وحتى غير التونسيين بخصوص ما قبل ما قيل أنها جلسة حوار أو مساءلة حول المئة يوم الأولى لسكان القصبة والجديد اللي فطل النظر ربما هو انخراط رئيس الحكومة نفسه في لعبة التدافع وأهدار الوقت والنهل من نفس القموس الذي تعودنا على سماعه مكرهين لأبطال من نواب الشعب هذا بقلم ورد على في جريدة الصباح أو جريدة صحفة الصادرة إلى اليوم شو جريدة الصباح اللي حكى وزادة في الأمور السياسية حول رئيس الحكومة وبيدعون أو يدعون إلى حالة ملفه على القضاء وآخرون يطالبون بالاستقالة فيما الفخفاخ يعكس الهجوم رئيس الحكومة تخليت عن مساهماتي وأقول لمن يريدون ضرب مصدقية وتمقوله يبطى شوية أيض اللومي اللي يعلن عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية سنعود بطبيعة الحال في القريب العاجل على هذه الأخبار نشكملوا مع الأخبار الأخرى المطروحة في الصحفة الوطنية السياحة التونسية والمشاكل الكبيرة السياحة التونسية لتفقد أسواقها التقليدية والإيرادات تتراجع إلى 43% أكثر من 6 مليار دينار خسائر القطاع السوق الجزائرية أمل ينهار والسياحة الداخلية هي الحل سنعود بعد قليل زادة مع حوار مع جامعة الأصفار وكالية الأصفار التونسية حول هذه الأرقام والسياحة الداخلية هل تكون الحل في ظل عدم موضوح السياحة التقليدية التونسية هذه أهم الأخبار أنا رجعي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر